مشاهدين عدني لكم مرة تانية ومازال في ضيافاتنا الدكتور فكري حسن أستاذ التراث الحضاري والأثار بالجامعة الفرنسية بالقاهرة دكتور فكري حضرتك مازالنا معاك وشفنا قبل الفاصل تقرير عن حضرتك وعن مسرتك وكل الأنشطة المتعددة والمتنوعة اللي بيثقون بيها وأهمها يمكن والبداية كانت علم الجيولوجيا دعاية إزاي ابتديت في الجيولوجيا وبعدين انتقلت للأثار وإيه العلاقة ما بين العلمين أنا ابتديت بالجيولوجيا لأن أنا كنت مهتم بالعلوم وأنا في سنوي وسبب اهتمامي بالعلوم لأن أنا كنت أحب أن أكون كاتب يعني كاتب وعالم وفنان تشكيل فالأول كان فكرتي أنه عشان الواحد يكتب لازم يكون موائم لعصره وطبعا ده كان في الوقت اللي العلم كان بدأ يظهر فيه في العالم وكأساس لفهم المجتمع فأنا قلت أنا مش ممكن أبقى كاتب كويس إلا إذا فهمت العلوم فأقلت أخش العلوم علشان أبقى كاتب وعند حضرتك كمان نقطة تحول مع قراءة الفلسفة أه ده من وانا صغير بقى لأنه وقع في إيدي كتاب أفلاطون الجمهورية بالعربي والفضل يرجع للبيعين بتوعسوق الأسباكية لأن أنا كنت بقرأ كل القصص البوليسية وغيرها وبعدين البيع قال لي لأ لازم تأخذ الكتاب دوات فبدأت أقرأ فيه ففجئت طبعا أنه هو في حاجات إحنا ما كناش بنتساءل عليها ويمكن ده اللي خلاني دايما متسائل وخلاني دايما أشك في المعطيات اللي إحنا بناخدها كان معطيات سابتة لأن في هذا الكتاب كان بيسأل إذا كان واحد عنده سكينة بتاعته هل تأخذها منه؟ فطبعا الفكرة السيئة بدان بتاعته ما تأخذها منه طب يفرض أنه هو كان بيهدد بها حد أو حاوية موت حد تاني تأخذها ولا تأخذها إيش؟ بتأخذها طب إزاي في حالة تأخذها وفي حالة تانية بتأخذها إيش؟ وإيه الأسباب؟ وبالتالي أصبح أنه هو ما فيش إجابة واحدة للتساؤل لازم توصل الظروف لإجابة بالسبب فده كان مصدر التساؤل عندي اللي هو فضل معايا لغاية دلوقتي يعني المهم صياغة السؤال وليس التوصل لإجابة محددة لأن فيه إجابات متعددة لكل سؤال بالضبط فكرة أن حردك تكون كاتب ده تخلي الإنسان يعني يفكر أن يدرس دراسة أدبية مش دراسة علمية اللي أنا قلته أن أنا كنت عندي القدرة على القراءة فكتب الأدب دي والقصص والحاجات أريتها كلها يعني كنت بقراها يعني فما كنتش محتاج أنه مش محتاج معامل يعني المشكلة الأساسية في العلم أنك أنا كنت عايز أعرف إزاي العلم بتعمل وإيه معطياته وعشان دوت لازم يبقى فيه معمل لدرجة أن أنا وأنا في السنوي رحت الواحد بتاع إزاز عشان يعمل لي الآلات الزجاجية بتاعت المعامل وعلى السطح الأنبيب أيوة الأنبيب والتقطير وكل الحاجات يعني كنتش متوفرة في الإنسان لا طبعا يعني وأنا إمكانياتي كنت صغيرة يعني أنا لسه تلميذ في المدرسة بس كنت أعرف أن فيه ناس بيعملوا الإزاز فأخذت له الرسم بتاع الآلات التقطير والبيكرز والحاجات دي كله ما عرفش كنت بتتباع فين في مصر ويمكن كنت تمام بتتباع بأسعار عالية المهم عمل الأجهزة دي وعملت قوضة صغيرة عشة الفراخ حولتها لمعمل وبدأت أعمل كيميا فطبعا علشان أن أنا أمارس دوت بصورة أكبر كنت محتاج لازم أخش كلية العلوم ما كانش متاحة لأن أنا قناعة إن أنا كنت أقدر أقرأ كتب فلسفة أقرأ كتب أدب أقرأ روايات إنما ما فيش حد حيديني المعرفة العلمية إلا إذا انخرطت في كلية العلوم أمارس دون بوغة الوازحة